هنا بدأنا بقصة أخرى فيها أيضاً من فضل الله على بني إسرائيل واذكروا إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة طبعاً هذه القصة لها خلفيات هي أنه كان في بني إسرائيل ثلاث رجال إخوة الشقة مات أبهم وترك لهم ذروة طائلة أحد الإخوة الثلاث منفق في سبيل الله أنفق كل ما عنده ومتزوج وعنده ولد واحد وليست عنده ابنت والثاني أنفق نصف ما عنده وترك النص ومتزوج وعنده ولد وبنت والثالث مسك ماله ولم ينفق منه شيء وأثراه كثر المال نمى المال أصبح الثالث أصبح الثالث غاني ثري جداً وأصبح الثاني متوسط الدخل وأصبح الثالث معدم أخذ الموت الفقير مات لم يترك لزوجته وولده إلا بقرة وحده والولد لم يتزوج وعنده ابنتي عم ابنت عم الثري وابنت عم المتوسط وكانت أمه تقول يا ولدي اتزوج ابنت عمك فلان فيبوها ثري ويمكن الله يرزقك الوسط قال لا فلانة لفلان يعني ولده وفلان أخذيك لفلانة يعني بنته وذا المسكين لا هو في العير ولا النفر وحصل ما حصل تزوج الغني بنت المتوسط وتزوج ابن المتوسط بنت الغني وبقي الفقير اليتيم لم يجد زوجه رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا مسكين حصل الفرح زغرة وفرح في البيتين الأخوين الأحياء اليتيم اللي مات أبوه لها الله ماذا حصل تزوج هذا الغني بهذه المتوسطة وتزوج هذا المتوسط بهذه الغني ومات المتوسط المتوسط الداخل مات لم يبق حي إلا الغني الغني هو الله إلا هذا الأغنى من الثلاث وولد أهل متزوج وبنتهل متزوج الولد يوم مات أبوه رجع أخذ بنته زوجته طبعا جاء البنت يوم مات أبوها أخذت زوجها وجاءت سكنت مع أمها وجابت معها ولد الغني من صار في البيت الغني والولد المتوسط وبنت الغني فاستعجل هذا الولد الميراث قال للزوجته كل الناس ماتوا إلا أبوك عمي مات وأبوي مات وأبوك قعد حي قتلوا الأعمار بيد الله هو يبغي يموت بسرعة عشان يأخذ الميراث فاستعجل فقتله ليلا ثم ذهب به ورماه في حي من أحياء بني إسرائيل نايمين ما يدر عن شيء يغافل لك الله ثم رجع ليلا والبنت زوجته ما تدري البنت بارة بأبيها إذا صحت تروح صحي والأمها قد ماتت صحت دخلت بيت أبوها ما وشدته جاءت الزوجة صحي يقوم يا فلان أبوي ما لقيته يقوم فلان وهو قد فعل فعلته يدور من الليل وهو عارف المكان يوم طلعت الشمس انتشر الخبر أن فلان مقتول في القرية الفلانية رجع لها قال لها فلان مقتول في القرية الفلانية أكيد قتلوا ولازم يدفعوا الدية مضاعفة وأنا المحامي حق أبوكي طيب هو القاتل لكن الخبر لم يعلم بعد فجاء يغضب هذا أبو زوجتي هذا عمي والله ما أقبل إلا أكبر دية هو طماع ويأخذ فلوسة ويأخذ الدية فوق ذلك لكن الله لا تخفى عليه خافي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الجماعة صحوا على المصيبة قالوا والله المصيبة ما لها إلا موسى نروح عند موسى ونسأله يدعو الله لنا يخبرنا من اللي قتل ونحن نقيم على القصص النفس بالنفس كما في التوراة جاءوا عند موسى قال يا موسى أخبرنا الساعة من اللي قتل هذا الرجل قال موسى يا ربي هذا بني إسرائيل يريدون معرفة من القاتل قال الله يا موسى قل لبني إسرائيل يذبحوا بقرة يتقربوا بها إلي وأنا أخبرهم بعد ذلك هذا فضل الصدق بني إسرائيل البقر عندهم شيء ثاني لأنهم العجل عبدوهم من دون الله والبقر أم العجل يعني لها شأن في قلوبهم قال تعالى وإذ قال موسى لقومه هذه الآية إذا تبغى تفهم القصة تعال من وراء وإذ قتلتم نفسا يعني اذكروا إذ قتلتم نفسا وليش قال قتلتم لأنه ما في أحد يغير منكر وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها كل واحد يدفع على هذا لا فلان القاتل لا فلان القاتل دارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون شيء اللي في نفوسكم وشيء اللي يكتمه الرجل هذا سيخرجه الله قال تعالى وإذ قال موسى لقومه بعد ما قالوا له قولنا من اللي ذبح الرجال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة طبعا لو أنهم أخذوا أي بقرة وذبحوها لأجزاء لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فانتفع الرجل البار وليتيموا بتشدد بني إسرائيل سيأتيكم الخبر جاءوا لموسى قالوا يقولنا من اللي ذبح الرجال قال الله يقولكم يذبحوا بقرة وبعدها يخبركم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة شوف الرد كيف يردوا على النبي قالوا أتتخذنا هزوا تضحك علينا يا موسى أتتخذنا هزوا شوف موسى كيف يرد قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الجاهلين هم اللي يضحكوا على الناس أما أنا عالم كيف أضحك عليكم أنا نبي أنا رسول أنا جيني العلم من الله سبحان الله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يوم قال كذا قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي يا سلام ما هي بقرة يا أخي يقولهم يذبحوا بقرة يقولوا ما هي البقرة يعني ممكن البقرة يرد بها تيس يمكن البقرة يعني جمل هي البقرة بقرة قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض الفارض العجوز اللي انتهت ولا بكر الصغيرة اللي توها بدأت عوان بين ذلك وسط لهيب العجوز ولهيب الصغيرة عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون خذوا أي وحدة عوان أغلب البقر عوان وسط فافعلوا ما تؤمرون راحوا شافوا البقر العوان كثير قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها البقر كثير قل لنا البقرة هذه شلونها كيف شلونها بدأ الله يصف بقرة اليتيم اللي ترك الوبوه قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين يوم جاءوا للبقر صار كله أصفر فاقع لونه يسر الناظرين قالوا إن البقرة تشابه علينا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله وهذا الدرس من قال إن شاء الله وفق لأن مشيئة الله نافذة فلما قالوا إن شاء الله وفقوا للبقرة ولذلك موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا فصبره الله ولو لم يقول إن شاء الله كان شاشر معه في السفينة قبل لا يوصل للولد لقتله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله بعد لذان نواصل إن شاء الله قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها بعد ما قالوا إنها إن شاء الله لمهتدون قال لهم هذا الوصف الذي لا يوجد إلا في هذه البقرة فأصبحت صفات البقرة كم لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها 11 صفة في البقرة وصفها وصف قالوا الآن جئت بالحق يعني قبل كنت تكذب علينا شو بني إسرائيل شو الجرام هو جاء بالحق من أول ما قالك من بحو بقرة بس بني إسرائيل قوم حشيبين قالوا الآن جئت بالحق قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلوا ما كادوا يفعلوا يعني كادوا أن لا يفعلوا ولو لم يفعلوا لحصل عليهم غضب جميعا لأن الله أخذ منهم الميثاق ورفع الطور فوقهم وقالوا خذوا ما آتناكم بقوة أي أمر يجيكم من الله تتنفذوه والله إليكم جميعا طيب الآن قبل لا يذبحوها عرفوا البقرة هنا مربط الفرس عرفت البقرة طبعا قبل لا يأخذوه يذبحوها لا سمع عرف البقرة من من صاحبها يبيعها ولا لا قالوا هذه البقرة الصفراء الفاقع لونها كذا كذا نريد نشتريها من صاحبها بقرة اليتيم الذي قالت له أمه يا ولدي لم يترك والدك من الدنيا إلا هذه البقرة فما دم تحيه دعها لنا لا تبيعها يشربون حليبها ويمشي وراها ويجي وتدخل في البقر إذا رعى وتجي ويجي يحلبها الأمه وبار والبيت كله عبارة عن هو وأمه والبقرة هذا هو البيت قالوا لي يا رجل بيع لنا البقرة قال لا هذه مشكلة البقرة ليست للبيع طيب كيف ليست البيع والله يقول اذبحوها يا موسى البقرة ليست للبيع اشتروها روحوا عن صاحبها واشتروها لو بوزنها ذهب يا ولد يا شيخ لازم تبيع البقرة قال لا قال لازم نحن بني إسرائيل وموسى قال الله قال نذبح بقرتك لازم قال لا حتى تأذن أمي طيب قيسهمك روحوا عن دمك وجهوا كل بني إسرائيل عن دمه أصبح مصير بني إسرائيل في يد المرأة الصالحة الصابرة المحتسبة آه يا مفلان بيع لنا البقرة قالت هذه البقرة لا تباعوا إلا بوزنها ذهبا هي تبين تطنشهم تبين يروحوا تبين تشتروها بوزنها ذهب تفضل قالوا وزنها ذهب ما نستطيع قالت إذن بملء جلدها ذهبا تملو جلدها ذهب ما في مشكلة قالوا إذن شرينا بملء جلدها ذهبا فنبحوها وحطوا الجلد هناك وكل ما عندهم من ذهب ما عند الغاني فلوس كلها اللي قتل وفلوس الولد اللي قتل من أجل استزيد وفلوس بيوتات بني إسرائيل اللي كانوا سكتين على المنكر كل ذهب جمع في جلد هذه البقرة وقدم لأفقر بيت من بني إسرائيل ليصبح أغنى بيت في بني إسرائيل بين عشيتين وضحى فدبحوها ولما ذبحوها وحطوا الذهب وأخذت الثمن المرأة هي ولدها جاء موسى عليه السلام بأمر من الله وأخذ جناح البقرة وضرب به الميت بعد دفع الثمن فلما ضرب الميت أحياه الله فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته فأحيا الله الميت وتكلم مع موسى قالوا يا أفلان من قتلك قال قتلني زوج ابنتي هذا وما الدو صبعه فيه قال هذا المجرم زوج بنتي اللي ما يخاف الله اللي ما يتقي الله اللي زوجته بنتي وسكنت بيتي وفعلت فيه الخير وشوف جزات وقتلني على رؤوس لشهد فقام بنو إسرائيل بأمر الله بالقصاص وقتل هذا الشخص القاتل وبقيت زوجته يتيمة من جهة زوج قد ذهب وأب قد ذهب ولم يبقى لها إلا الولد اللي كان يرفض لفقره فتزوجها وبعد خروجها من العدة وجاءت إليه صالحة وأصبح هذا البيت بسبب بر الأخ لأمه أغنى بيت في بن إسرائيل وأتقى بيت في بن إسرائيل بعد بيت موسى وخارم طيب قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون هذه القصة شاهدها بن إسرائيل طبعا هذا الميت أحياء الله هذه معجزة وكلهم بكوا وتأثروا وسبحان الله وقتله وأحياء الله بعد الموت وتكلم وصارت قلوبهم لينا ومشاء الله والدموع في عيونهم لكن سرعانا ما نسوا وقست قلوبهم بعد ذلك إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر